مهم جدا ومحتاج اتكلم فيه مع جمهور النادي الاهلي والاعلام الرياضي في العالم كله في اوروبا وفي العالم وحتى في الاتحاد الدولي لما بيكون في قضايا الناس بتركز عليها وفي شمال افريقيا شفنا الكلام ده خلال السنتين الماضيتين ازاي الاعلام بيهتم بمثل هذه القضايا لحقوق وحفظ حقوق الاندية التابعة ليهم عشان في النهاية انت لما بتشارك في بطولة قرية بتمثل مصر بتمثل بلدك وانك بتلعب في بطولة قرية لازم تحافظ على كل حقوقك مع الاتحادات القرية اللي بالتأكيد بتقدرك والناس كلها بتبقى عارفة قيمتك وقدرك في البطولات الافريقية باستفدك طبعا نادي القرن في افريقيا ونادي ليك شعبية مهمة جدا وليك دورك كمان في فكرة التسويق والبطولات الكبيرة اللي بيبقى فيها نسبة مشاهدة عالية في البطولات الافريقية الفترة الاخيرة طبعا الاعلام بيتكلم في موضوعات انا باعتبرها او حتى الغالبية في الاعلام دلوقتي في العالم كله باعتبرها هي قضايا سنوية او قضايا توقيتية قضايا لها وقتها وبتخلص لكن في قضايا بتبقى مهمة جدا وهنا بيبان دور الاعلام القوي في التركيز على هذه القضية وازاي يقدر لما بيركز ويتناول قضية وبيعتبرها ملف خاص به ازاي يقدر يوصل للترجد والنتيجة اللي هو شايفها صح وفي مصلحته وفي مصلحة النادي اللي هو بيدافع عنه وبيدافع عنه في الحق بالامس كان فيه خبر مهم جدا متعلق بخطاب ارسله النادي الاهلي الاتحاد الافريقي ردا على طلب الاتحاد الافريقي للاهلي بعد الخطاب الاول الذي ارسله خلال الفترة القليلة الماضية بشأن اخطاء الحكم البيتسواني جشوة بندو اللي ادار مباراة النجم السحلي والاهلي في مستهل مباريات دول المجموعات للبطولة الافريقية انا عايز اقول ان الاتحاد الافريقي بيستجيب ومتعاون بشكل كبير جدا في ملف تطوير التحكيم خلال الفترة القادمة والازمة اللي حصلت في مباراة النجم السحلي والاهلي في البطولة الافريقية جاية في توقيتها لانه جاية مع قرار مهم جدا للمكتب التنفيذي اتخذوا قبل هذه المباراة بشأن تطوير واصلاح منظومة التحكيم في الفترة الجاية والاخطاء التحكمية اللي مش باعتبارها اخطاء تقديرية لا ده اخطاء في تطبيق القانون كان لها تأثير سلبي ومباشر واصارت على نتيجة المباراة ومنحت النجم السحلي انتصار غير حقيقي على فريق النادي الآخر في بداية البطولة الافريقية بغض النظر عن الاداء والنتيجة والفرص والامور الفنية لكل تكلم فيها بس لما بيكون في خطأ في تطبيق القانون وبيؤثر في نتيجة المباراة كل الأمور الجانبية بتنحني جانبا طالما في خطأ مؤثر في نتيجة المباراة الاتحاد الافريقي اهتم جدا بشكوى النادي الاهلي واعتبر ان شكوى النادي الاهلي جاية في توقيتها لتحريك المياه الرقضة في قصة التحكم الافريقي اللي بيطر على السحرية الافريقية خلال السنوات الاخيرة تحديدا والاخطاء التحكمية ليست في فكرة خطأ تقديري او حتى خطأ في تطبيق القانون بل ذهبنا الى فكرة اختيارات وتعينات الحكام على اي اساس وعلى اي معيار بيتم اختيار هذا الحكم لهذه المباراة ولهذا الفريق وده جزء اساسي لما عناش هذه القضية النهاردة او بكرة او حتى لغاية نهاية طولة افريقيا طالما الاخطاء موجودة طالما ما حصلش تطوير القضية دي قضية رئيسية وعنا تربناها خلال الفترة الجاية طالما النادي الاهلي بيدافع عن حقه في هذا الموضوع ووصل لامعد المدى في هذا الموضوع ليه باتكلم في ده؟ لان الاتحاد الافريقي لما رد على النادي الاهلي وهون تقدير الكاف لمسؤولي النادي الاهلي في الشكواه الرسمية اللي ليها قدر كبير جدا من الاجابية بالنسبة لتطوير منظومة التحكيم في القرى الافريقية طلب من الاهلي ايه هي الاخطاء القانونية اللي اثرت في المباراة؟ وهي الاخطاء اللي بتعتبر مخالفة لنص القانون ومخالفة لقانون اللعبة اللي اتخذها جوشوا بوندو الحكم البتسواني في هذه المباراة جوشوا بوندو هو بيقيم يعني فيه كلام بيتقال انه هو من حكام المصنفين او من ضمن الكاتجوري ايه لكنه من افضل خمستاشر انا اللي عرفه النغبة تبتتكلم في خمسة سبع حكام لكن لما يتقلك من افضل خمستاشر مفيش حاجة اسمها في القرى من افضل خمستاشر حكام هو ممكن يكون ترتيبه الخمستاشر لكن النغبة خمسة سبع هم اللي بيروحوا كأس العالم هم المرشحين لكأس العالم جوشوا بوندو ليس من المصنفين لادارة مباراة نهايات في البطولات الافريقية او حتى كأس العالم لم يترشح لكأس العالم من قبل حتى بطولة كأس العالم القادمة 2022 هو ليس مرشح فيها اطلاقا سواء كأس عالم كبار او حتى كأس عالم ناشئين واكبر انجاز بالنسباله كان مباراة نهايات في بطولة العالم او بطولة افريقية اصل للناشئين والشباب في فترات تصابقة الالي ارسل بالدقائق الاخطاء القانونية اللي اثرت على نتيجة المباراة والاخطاء اللي اتخذها الحكم اللي لم تكن ابدا صحيح النص القانوني اللي تم تعديله خلال الفترة السابقة في طرد ايمن اشرف او في ضربات جزاء او في احتساب وقت ضايع او امور كثيرة جدا لكن النادي الالي في ارساله للشكوى ركز على جزئية مهمة جدا قال هذا الحكم ادار مباراة للنجم الساحلي في سوسة امام الرجاء المغربي عام 2015 وخمستاشر واتخذ نفس القرار بعد خمستاشر دقيقة من خطأ للاعب نادي الرجاء لم يكن موجودا نهائيا بل بالعكس اشهر البطاقة الحمراء للاعب الرجاء وفريق الرجاء المغربي استمك من المباراة حتى نهايتها عشر لعبين وهذه النتيجة او هذا القرار اثر في نتيجة المباراة وفاز فريق النجم الساحلي اذا انت بتلقي الضوء وبتلمي بترمي حجر في المياه الراقضة عشان تنور لمبة حمراء على جزئية مهمة جدا في الفترة الجاية الحكم اللي جاي حكم مصنف وعلى اعلى مستوى ده مهم جدا وده الاساس لكن هذا الحكم وانا على ارض يجيلي حكم مصنف وانا خارج ارض يجيلي حكم مصنف لان فيه فرق اخرى مصنفة على ملعبها بيجيلي حكام مش مصنفين وخارج ارضها بتتوفر لها العدالة والحيادية وبيجيلي حكم مصنفين وبطولة افريقيا ودور الابطال هذا الموسم حصل ده في مباراة او اتنين فيكتور جوميز بنعتبره من افضل حكم القرى الافريقية بتلاقيه لبعض الاندية بيدر لها مباريات خارج ملعبها عشان الحماية والعدالة ازاي يقدر يفردها على المباراة نفس الام لما يكون هذا الفريق لما لعبه محتاجين نفس الحكم ونفس المواصفات فيكتور جوميز اليوم نيانتو حكم كسيرين حكم جزائري مصطفى غربال فيه حكم متميزين جدا ممكن يكونوا موجودين مع هؤلاء الاندية ايضا لما بيكون بيلعبوا على ملعبهم لكن ما شوفش حكم غير مصنف زي جوشوة بندو بيحكم في تونس ما شوفش واحد زي لانبتي موجود في تونس بيحكم مباراة الاف فرقيا وبعد كده هذا الحكم تم ايقافه وشطبه نهيا بسبب رشوة تم اثبوتها خلال السنوات السابقة ده جزء مهم جدا الفكرة والقرار او القصة مش في القرار التحكيمي الفكرة كمان في الحكم اللي بتم تعيينه مهم جدا وانا على ملعبي يجي لي حكم مصنف ولما اطلع خارج ملعبي يجي لي حكم مصنف ايضا ده ليه او للمنافسين وده الاتحاد الافريقي بيفكر فيه في الفترة الجاية عشان كده بقول لكم شكوى الاهلي حركة المياه الراقضة في الاتحاد الافريقي وانا انتظر ده بشكل عملي بقى في المباراة القادمة ازاي يتم تطبيق ده بشكل جاية في الفترة اللي جاي وده التواصل اللي ما بين النادي الاهلي والقطاب اللي ارسل من الكابتن محمود الخطيب الى رئيس الكونفدرالية مباشرة احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي في الفترة السابقة وبالتأكيد عن انتظر بقى رد الاتحاد الافريقي على هذه الشاقة والاخطاء القانونية مش الفكرة في إيقاف حكم الفكرة من الأساس مش إيقاف حكم لا تطبيق العدالة على كل الأندية السواسية حتى المباراة النهائية والوضع في عن الاعتبار الاهتمام بلجمة الحكام بشكل جيد والشخصيات التي تدير العمل في لجمة الحكام في الاتحاد الإفريقي بشكل صحيح وإدارة تعينات محترفة تختار حكام من خلال تقارير فنية على أعلى مستوى وحكم مصنف يدير مباراة في تونس أو خارج تونس في المغرب أو خارج المغرب في مصر أو خارج مصر دي العدالة اللي احنا بننتظرها وده الموضوع اللي كنت مهتم تكلم فيه بناء على الخبر الرسمي اللي أعلم بالأمس من النادي الآلي بخصوص استجابة الآلي لطلبات الكاف بخصوص الشكوى التحكمية ضد الحكام البنسواني جوشوى بندو ودي قضية مهمة جداً محتاجين نتكلم فيها الفترة الجاية والإعلام الرياضي يركز على هذه القضايا الرئيسية في قضايا سنوية بالتأكيد عن ناقشها في مجمل أخبارنا واللي كتبها الآلي في الصحف وأنا بعتبرها أو الإعلام خلاص دلوقتي بقت مدرسته بيعتبر هذه القضايا قضايا سنوية لها فترة الانتقالات الصافية الشتوية لكن القضايا الرئيسية الكبيرة اللي بيبان فيها دول الإعلام القوي في التأثير على القرارات وفي التأثير على الموضوعات وإزاي ياخد حقه بحرفية شديدة مثل هذه القضايا الكبيرة وقضايا التحكيم الإفريقي اللي بتناقش خلال السنوات السابقة ولو عندنا مساحة وقت قلنا عرضنا تسجيلات أو عرضنا حوارات صحفية وإعلامية لمسؤولين سابقين أو حاليين في أندية أو في الاتحاد الإفريقي بخصوص هذا الملف وهتكتشفوا أمور للأسف قد تكون سلبية لكن كلنا ثقة في الاتحاد الإفريقي على إصلاح هذه المنظومة خلال الفترة القادمة وتطبيق بند المكتب التنفيذي اللي تم اعتماد فيه مشروع الإصلاح وإعادة الهيكلة للجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة